تيرت فيروس كورونا المستجد ارتفاعها وتحديدا نبدأ هذه الجولة الإخبارية من الدول العربية تحديدا فلسطين إذ قالت وزيرة الصحة الفلسطينية ميل كيلة اليوم الخميس أن أجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الفلسطينيين ارتفع إلى 750 حالة مع تسجيل خمس إصابات جديدة في الخليل ونابلوس وأضفت في بيان صحفي أن من بين الإصابات الجديدة أحد الكوادر الطبية في مدينة نابلوس ومن فلسطين إلى السودان التي أعلنت اليوم الخميس تسجيلها 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة لتسجيل عشر حالات وفا جراء الفيروس وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان أن التقارير الوبائية أكدت ارتفاع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 8020 حالة متضمنة 487 وفا فيما تمثلت 146 حالة للشفاء لتبلغ بذلك أو ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد لـ 2966 الحالة ومنذ الثامن عشر من أيبريل الماضي دخلت العاصمة السودانية الخرطوم في حظر شامل مع فترات سماح متقطعة في محاولة منها للحد من انتشار الفيروس وننتقل للدول العالمية إذ سجلت الهند أكبر ارتفاع يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد بإجمالي 12281 حالة جليدة هذا فيما ارتفع مجموع الإصابات بالفيروس في البلاد لـ 366 946 إصابة حتى عندما استبعت الحكومة إعادة فرض إغلاق على مستوى الدولة وبلغ عدد الوفيات 12237 حالة بزيادة 334 في الساعات 24 الماضية وذلك وفق ما تداولته وزارة الصحة بينما بلغت نسبة الحالات التي تعافت 52% بإجمالي 194325 حالة هذا وتأتي الهند رابعا خلف الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا في عدد الحالات المسجلة هذا وأعلنت باكستان وأفغانستان اليوم الخميس ارتفاع حصيلة إصابتها بجائحة فيروس كورونا المستجد لتصل حتى الآن مليون وستمائة ألف حالة وستمائة ألف وثمانمائة وأربع سبين حالة في البلدين على الترتيب وفي باكستان قال مركز القيادة والعمليات في بيان أنه تم تسجيل 5358 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع عشرين الماضية لإصال إجمالي الإصابات في البلاد لمائة وستين ألف ومائة وثمانية عشر حالة وفي أفغانستان قالت وزارة الصحة العامة أنها سجلت 564 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع عشرين الماضية ليصل بذلك الإجمالي إلى ستة وعشرين ألف وثمانمائة وأربع وسبعين حالة هذا إذا ارتفع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد بشكل حاد بسبب زيادة حالات الإصابة الجماعية في كوريا الجنوبية وليس في العاصمة فقط وإنما في ضواحيها أيضا تحديدا مدينة دايغون بذل تحديد إذ قالت سلطات الصحة العامة اليوم الخميس أنه تم اكتشاف 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ومما يرفع العدد الإجمالي في البلاد 12257 حالة فيما قالت سلطات الصحية بالصين اليوم الخميس أن البلاد سجلت 28 حالة إصابة جديدة في البر الرئيسي 21 حالة منها موجودة بالعاصمة بكين هذا وكانت أعلنت اللجنة يوم الأربعاء تسجيل 44 حالة مؤكدة منها 11 حالة وافدة و11 حالة أخرى بلا أعرض أما في البرازيل أعلنت وزارة الصحة مساء الأربعاء تسجيل 1269 حالة وفا وبالإضافة إلى عدد الإصابات الجديدة والتي تبلغ 32188 بشكل عام في البلاد وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية ومن الأربعاء تسجيلها 4930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة لتسجيلها 770 حالة وفا ما يرفع العدد الإجمادي في البلاد للإصابات 159 ألف و793 إصابة أما عدد الوفيات فهو 190 ألف وثمانين حالة لمعرفة المزيد وآخر أبرز تطورات فيروس كورونا المستجد يمكنكم دائما متابعة موقعنا الإلكتروني أخبار الآن دوت نت ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ترجمة نانسي قنقر